سجلت ولاية وتبس خلال اليوم الأول من امتحان شهادة الباكالوريا للموسم الجري 2020-2021 ثمان حالات غش باستعمال الهاتف النقال حيث تم ضبط هذه الحالات في عدد من مراكز الإجراء المتوجدة عبر مختلف قليم الولاية الحالات المسجلة تم على الفور إنجاز محظر غش ضدها تطبيقا للقانون الجديد الصادر خلال الموسم الفارط وهو القانون الذي أضاف للإجراء الإداري المتمثل في الإقصاء شقا جزائيا يتعلق بالمتابعة القضائية ضد المترشحين الذين يضبطون متلبسين التغطية كانت لزميل سليم دريد نقبل نمشو للعقوبات الإدارية الآن ولت عقوبات قضائية أننا بالأمس الأول أننا ضبطنا ثمان مشتبه بهم قد تقدمنا بشكاوي لدى السادة رؤساء ووكلاء الجمهورية والآن نربشرنا الإجراءات هذون كلهم استعملوا الهاتف النقال أنت أنا أنا أقول من هذا المنظر نصده بقوة هذه الظاهرة من خلال السادة رؤساء المراكز لنشكرهم ومخل الأسادة المؤثرين اللي رأم يقوموا بدور جبار كبير اللي رأم يقوموا به وخاصة أنهم نفذوا التعليمات بصرمة هذه المرة من البوابة أنهم بالإدتكتور أنهم يحكموا لبرطابل من خلال الداخل حتى إذا مروا من الإدتكتور ثاني موجودة من لزميل قاعات الأسادة ورؤساء المراكز والسادة المراحلين اللي رأم سهرين على العملية